نعم سوزة مهدل الدنيا راحه فين في جنوب لبنان دلوقتي بنتكلم في بدقة عملية عسكرية برية هل المشهد في غزة أو في قطاع غزة ممكن يتكرر مرة تانية في جنوب لبنان طبعا للأسف الشديد نعم الإسرائيليين يعني بيلعبوا لعباء كنا يعني منعشب نفسنا أخصد أنه الجماعة دي تعود على التفكير العربي الجماعي عدد كبير جدا من التفكير العربي أنه زي الأمريكالي مبارح معي أقول لك علمنا بنية إسرائيل تنفيذ عملية تواغل محدودة لتفكيك بعض من حزب الله كلمة محدودة إسرائيل بتقول أننا دخل عملية تفكير يعني مواجهة لقوة حزب الله في الجنوب عشان أرجع السكان الإسرائيليين اللي تم تهجيرهم من المستوطنات الشمال من شبال إسرائيل طيب مبارح بالليلة تغير الهدف الإسرائيل تجريد حزب الله من سلاحه إسرائيل بتعمل خطوة ثم تبحث لقية الجو ماشي ومناسب بتكمل وبتزود الاهداف نتصور طبعا أن نتنياهو يوم 6 أكتوبر قال القضاء على قدرات حماس وإطلاق الأسر لم يذكر نتنياهو عمليا الشروط اللي بتكلم فيها دلوقت أنه كل الفلسطينيين اطلعوا التهجير الاحتلال غزة البقاء فيها احتلال محور فلاديلفية احتلال محور الشهد أو نتسارين كل دي أفكار النهاردة بدأ إسرائيليين يتحدثون وكلاد إسرائيلي عن تغيير الحكم في إيران مش في حزب الله في إيران دي أهداف دي حيعملها إزاي هقول لحضرتك التنفيذ الأهداف السياسية هل لديك قدرة وظروف مواتية ولا لا النهاردة الإسرائيليين وجهوا ضربة قوية لا شك للمقاومة الفلسطينية لم نعود لحظ خبر غزة بدأ يتوارى مش موجود بقوة عمليات متفرقة عمليات مقاومة متفرقة بس الجيش الإسرائيلي مسيطر ومستمر وموجود في المشكلة ما عادش في حاجة يعني ممكن تتضرق ما أقصده أنه هو نفس جزء كبير جدا من مهمته في غزة ناس كثيرة يقولك بس فشل في تحرير الأسر آه يا سيدي هيضح حمية إسرائيلي بس حقق مكاسب استراتيجية خطيرة احتلت غزة كلها قضيت على معالم الحياة في غزة عشان تعيد إعمار غزة عشان تشيل الركن بس عايز 7 مليار عشان تبني غزة كما كانت عايز حوالي 70 لـ 80 مليار محدش يتفح ده غير الوقت ده غير الوقت فانت هتحول غزة عمليا إلى مكان غير صالح لفترة طويلة ثم رحت شهرين كده بسرعة على المخيمات في الضفة الهربية قضيت على عدد كبير من قادة حماس وجهت في الضفة أو كتاب شهداء الأخص ماشي ثم استدرت إلى الهدف الأساسي التكتيك مشل استراتيجي وهو إزالة تهديد حزب الله حزب الله كان بيقول أن أنا عند 150 ألف صاروخ وأنا المعادلة بتحتي مش يوقف الضرب إلا لما إسرائيل توقف الضرب في غزة طيب هو خلص الضرب في غزة الإسرائيليين نتنياهو الطبيعي أنه هو اللاحظ أنه فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من الإجماع على غزة مش موجود فيه انقسام سياسي إسرائيلي بشأن غزة وعدد كبير من القادة السياسيين قادة الحزب يقوله نتنياهو نعمل صفقة ونعود الأسرة العكس تماما في لبنان كل قادة إسرائيل من أقصر يمين إلى أقصر يسار يؤيدون ما حدث في لبنان من أول استيداف قادة حزب الله إلى عملية البيجر إلى اختيال حسن نصر الله شخصيا لو حد تابع تصليحات يائر لبيد أو بني جانتس كلهم مؤيدين وهم دول معرضين لنا تنياهو في غزة جدعون ساعر انضم مبارح أو أول مبارح ده وزير قديد وزير بلا حكومة ده مستو إيه ده قصة تاني هو جايب مكان مين مش مكان حد جايب وزير بلا حكومة لهدفين أساسيين الهدف الأول أن أنا أقول يوقف جالنت أني أنا بكون غير كفاء لحظة دون أن أتأثر والهدف التاني أن أنا أقول لقادة التطرف خصوصا بالجفير واسمو تريتش أن أنت لو انسحبته عندي شيء يعمل التوازن بالكتلة بتاعته فبالتالي نتنياهو في أفضل يعني شيء نعمة بينه في أفضل أحواله السياسية الآن منذ السبع أكتوب جدعون ده خلفية جدعون ساعر يميني يميني متطرف برضو أهدف السعسكري نفس الوضع ماشي طيب يمكن يصعد وزير للدفاع؟ طبعا هو كان من حوالي ثلاث أسابيع طلع نتنياهو ماهر في الإعلام طلع تسريبة أنه سيتم اليوم تغيير يوف جالنت بلادعون ساعر رد الفعل اكتشف أنه مش قوي جدا فقال لي خلاص موجود بس هجيب التاني ده فبيرعب كويس في السياسة ناشط الأجواء الأمور ماشية معاه النهاردة راح نفذ مجموعة طيب هو بن غفير ماهو ماشي على نفس الموجة بتاعت نتنياهو لأ بن غفير نتنياهو بيستعيل له بصورة تانية نتنياهو بيخلي بن غفير واسمو تريتشي بيعمل له لعبة في ممتهى الزكاة كل ما نتنياهو يقول للأمريكان والغربان عايزة أعمل صفقة بس أنا لو عملت صفقة حكومته هتصف لأن الاثنين دول ليهم عدد أصوات لو انسحبوا هتقع الحكومة والاثنين بيقولوا له أي مرة هتوقف في طلاق النار أو مش هتدخل جنوب لبنان هننسحب وبالتالي حكومتك هتصف فبيستغيل لهذه التمثيلية نتنياهو أخوة منهم النقطة اللي بحدش وقت بيقول منه أهداف نتنياهو هي نفس أهداف التانية بس ثم بيعملوها بطريقة زكية بتخيل على العرب وعلى الغرب وعلى كل الناس